أصيب 16 شخصا على الأقل جراء إطلاق نار بمحطة قطارات أنفاق في حي بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية وقالت شرطة مدينة نيويورك إنها عثرت على عبوات غير متفجرة في محطة بمنطقة سانست بارك في بوركين وطالبت سكان المدينة بالابتعاد عن منطقة الحادث بسبب التحقيقات الجارية موضحة أن منفذ الهجوم لا يزال طليقا حتى الآن